تلب معلومات عن ليلة النصف من شعبان اللي هي ممكن تبقى أهم ليلة في حياتك كلها لما تعرفهم في الليلة دي هتعيش صح فتحوز على مغفرة الله سبحانه وتعالى وتدخل رمضان وانتخالي من الذنوب بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب ألبي أهلا بكم وليلة النصف من شعبان دي من النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لعباده المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لما نشوف النفحات دي نتعرض ليها على طول لأنه لو أصابتنا نفحة من نفحات الله عز وجل هتملق لبنا نور ما يطفيش تاني أبدا نور إيمان وحب وتعلق نور طاعة وعبادة يكفينا شياطين الجن والإنس يكفينا شر نفس أمارة بالسوق يغيرنا إلى حال كنا لا نظن إن إحنا ممكن نوصله في يوم من الأيام ونفحة من النفحات دي ليلة النصف من شعبان وبإذن الله إحنا يوم الخميس من بعد المغرب تبدأ ليلة النصف وليلة النصف دي فيها بقى المعلومات اللي هقولها لك دي فتعيشها صح فيغفر لك بإذن الله المعلومة الأولى إنه اللي يسامح قبل ليلة النصف من شعبان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لصححه بعض أهل العلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد سمعك وأنت بتقول لي أمير بس الحديث ده ضعفه بعض أهل العلم حلو هنرجع للنقطة دي بعدين ولكن طرح ما صححه بعض أهل العلم وبالتالي الحديث ده نقدر ناخد به ونتعلم منه خصوصا إنه له شواهد أخرى تقوي يعني إيه إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان ربنا سبحانه وتعالى يطلع إلى جميع الخلق ينظر لنا كلنا بعين الرحمة والمغفرة الرحمة اللي تساوي جنة بإذن الله والمغفرة اللي تساوي ستر بين يدي الله في الآخرة تتمنى حاجة حسب من كده بالله فكل الناس في اليوم ده ياخدوها إلا نوعين من البشر مشرك وإحنا فاهمين يعني إيه مشرك يشرك بالله ويشرك بالله سواء كان كفر أو إنه يشرك بالله في العبادة طاعة كفر في الأوامر والنواهي فلو واحد ما بيسمعش غير كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا يعبد إلا الله بيكتهد في فعل الطعاط وترك المعاصي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ده بعد عن حتة مشرك فظلنا حتة إيه مشاحن ومشاحن هنا معناها أنه في قلبه حقت وغل على بعض إخوانه من المسلمين هتقول لي طيب يعني وضح لي أكتر يعني إيه في قلبه حقت أو غل أو حسد على حد من المسلمين واحد ما بينه وما بين أخوه شيء ينفع يتحل حاجة ينفع نسامح بعض فيها ولكنه مصر على عداوة وبغضاء عنده رغبة في إذاء التاني ده عشان ياخد الحق اللي هو مقتنع إنه حق طول الوقت نفسه يشوفه في مصيبة في هم في غم في قرب ومش مستعد أبداً يسامح أو يعف طب ولو كان الإذاء شديد يا جماعة رب العباد عارف قلوب العباد لو إذاء شديد جداً 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 وظلم ربنا سبحانه وتعالى عالم إنه وقع من فلان على فلان وده سبب اللي في قلبك بإذن الله ده معفو عنه ولكن 99% من البغضاء والعداوة اللي ما بيننا لهيافات والله يتعد وخلينا يزيدك من الشعر بالتخيل الأمر شديد فعلاً مغفرتك وعفوك ومسمحتك ساعتها أمام الله عز وجل ده فعل كبير قوي ده حاجة أنت بتقول له يا رب شوف دي كبيرة إزاي على قلبي ولكني سامحك فيا ربنا برضو لي عندك كبائر ولكني عندك ذنوب ولكني عندك معاصي ومصائب نفسي تغفرها ليا رب وصدي فربنا سبحانه وتعالى لو رقما غفرتك إنت لعبش يغفر هو من عنده لي ده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في وسط الصحابة وقال لهم ده لقت واحد يخش علينا من أهل الجنة فخش واحد كده تقطر لحيته كده بالماء وماسك كده تحت باطل حذاء بتاعه ربنا يعزكم يا رب وداخل عليهم مرة التانية التالتة كل مرة يقول داخل حد من أهل الجنة يخش نفس الراجل سيدنا عبدالله بن عمر بن العص يروح يقعد عند الراجل ويحاول يفهم الراجل تا بيعمل إيه فما يلاقيش دعباته عادية جدا وما بيزودش عن العادي كمان فلما يسأله ويقول له يا عمي طب انت بتعمل إيه عشان النبي يقول كده المسلمين قال له بس هي دي اللي دخلتك الجنة وتلك اللتي لا نطيق مفيش قلبه كل يوم بينقيه وينظفه فبقى من أهل الجنة طب الراجل ده محدش ظلم ومحدش عمل معاه محدش أكيد ولكنه فهم اللي فيها قلب سليم يساوي الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من قتى الله بقلب سليم فلو نقيت قلبك تاخد المغفرة والرحمة والعفو وتبقى من أهل الجنة بإذن الله خلاص يبقى أسامح عشان ربنا يغفر لي في ليلة نصف من شعبان وده بقى عشان هي الليلة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله أي دي المعلومة التانية إنه مفيش دليل على أن ليلة نصف من شعبان بترفع فيها الأعمال إلى الله ولكن الدليل إنه الأعمال ترفع في شهر شعبان الحساب السنوي كله بيرفع في الأيام دي فمغفرتك وعفوك هتساوي مغفرة ربنا زي ما اتفقنا وربنا سبحانه وتعالى نصحنا بذلك فقال عز وجل وليعفو وليصفحو لا تحبون أن يغفر الله لكم هتعفو وتصفح ربنا هغفر لك ويعفو عنك فمش بالضرورة إنها بترفع فيها الأعمال ولكن الأعمال بترفع في شعبان فده من الأعمال الصالحة اللي فيها مغفرة فلو ربنا غفر معناها أن الأعمال هتترفع وإنت إيه وإنت مغفور ليك بإذن الله فسامح واعفو يجينا بقى للمعلومة التالتة يبقى كده دي ليلة كبيرة جدا وعظيمة فأنا بالتالي هقيم الليلة دي وأصوم نهارها عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه هنا بقى هتلاقي الكلام اللي بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد ليلة النصف من شعبان بعبادة أو بطاعة يعني مش دونا عن ليالي شعبان كلها أبدأ أقيم الليل فيها أو أقرأ قرآن أو أصوم نهارها رغم إنه ده عمل صالح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده طب أعمل أنا إيه بقى عشان أبقى اتعاملت مع الليلة دي صح سيطة عندنا دلوقتي باقي أيام شعبان اللي قابل ليلة النصف واللي بعد ليلة النصف واللي من السنة فيها قراءة القرآن وقيام الليل وصيام النهار فلو إحنا صمنا مثلا يوم يومين قبلها يوم يومين بعدها فإحنا أصبنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ولو كل ليلة قرأنا شيء من القرآن ولو آية أيتين صفحة صفحتين زي ما ربنا يكرم وقمنا من ليل ولو بركعة واحدة بس إيه ده هو ينفع نقوم الليل بركعة نعم والله دي ركعة الوتن ودي النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بيها كمان ما ننمش إلا وإحنا مصليين الوتن وهي تحسب من قيام الليل ولا نكتب من الغافلين بإذن الله فمن هنا لغاية ليلة النصف وبالتالي في ليلة النصف كمان وبعدها نعمل العبادات اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى عننا وبكده كمان ما نبقاش العبد بتاع الموسم ده اللي هو إيه ده النهاردة في عرض لما جاء أخد العرض لا عبدي بيعبد قبله وبعد عبدي فاهم علاقته بربنا سبحانه وتعالى ومتعلق بمغفرته ورحمته فساعتها وبإذن الله ليلة النصف من شعبان هتبقى ليلة مغفرة وعطق وتغيير لحياتك كلها بإذن الله واستعداد لرمضان فها مين قال أنا تبولي تحت في التعليقات بقى أنا أنا النهاردة هغفر وأعفو وصفه اعمل منشن ولا ابعت رسالة لما بينكم خلاف وقل له يا سيدي والله خلاص سمحتك ولو أنت صاحب الذنب والخطأ قل له سمحني لله ربنا يغفر لي وغفر لك ويعفو عني وعننا وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ليلة نغفرة لنا جميعا ولا يعقبها إلا حياة مع الله ترضيها اللهم يا رب أصلح قلوبنا ونقيها وبلغنا رمضان يا رب العالمي قبل ما تمشي بابا تنساش تعمل لاك الفيديو لاكلا صفحة الفيسبوك سوف تسكريب على اليوتيوب اشتركوا على الانستجرام شير في الخير ادلع خير كفاعله أما للدعم لنك بيتريم فاول كومنت على الفيسبوك او كومنت على اليوتيوب في ديسكريبسون على اليوتيوب بحبكم في الله اشتركوا بكرة بإذن الله تقعوا عشتاج السعصة وطلع لي كل فيديوهات كان معكم أمير منير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته